الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفراته يا ربي صلي عليه وآله الوصفة تعله ريسة التونسية المنزلية الصحية الخالية من المواد الحافظة ومن المواد الصناعية إذن فيها متبلة جي بزاف بنينة ديروها في صندبيتش مع شلايد في الدوزينات مع درسات جي ولا أروع صرتو تاني مع المحاجب وشو نقولكم روعة إذن حبيباتي هاد الوصفة نقولكم حاجة غير شوفوا هاد الفيديو باش نحكي لكم وسترالي وننحضر فيها كما تعرفوا باللي الفلفل الأحمر ولا الفلفل بصفة عامة فيها بزاف فيتامينات ألف باجيم فيتامين سي إلى آخره ينشط الهريسة تنشط الدورة الدموية تعدل دقات القلب وأيضا تساعد أيضا على النحافة فيها بزاف أمور بإذن الله في الفيديوهات القادمة نتكلموا على هاد الأمر فوائد وأدرار الهريسة هنا يا بسم الله جيت نبدأ نحضر فيه راكوتشوفوا هاد الفلفل الحمر بزاف حار وش نقولكم وكما راكوتشوفوا تاني راني نقطع فيه أبلاليغون ألو وانا ينقطع ونزيد ونحي في هادك الراس ونحي زر رعايتو ندرتو يفور مع سنينات توم وجيت نكمل شغلي ندير فلاشا ألو وانا يبدأ تنحس خانة تخرج من يدية تشلف طويدية ولا وكامل حمورة لا سوف خانس وش نقولكم تعدبت جوزت هكذا يقولو من قريب المغرب حتى قريب الفجر وانا نعاني ألو وبدأ يوجعوني ستقوني غرب كيت ما قدرش شباش يبورتي قاعدك لدولا فيس نحوز دي فيديو بو تخوفي هكذا ان غمد بو القيت ليقولك ديري وسمو الالكول ميديكال درتو ليقول ديري ديسولفان درتو ديري الحليب البارد دي للبن درت لفاغين بالحليب فالا لافازلين بيافين ما كانتش عندي ادهني بزيت الزيتون المهم درت كل حاجة الشوية الحاجة اللي كانت نفعني هي كليما تيزاغ البرودة هديك ولندرهم داخل الماء المهم جوزت نخرجهم من الماء ولنبعدهم على البرودة تشعل النار في دي ما قدرش وجوزت لانوي وانا رقدة وحكما هديك القرعة تاع الماقلاسي فالا وصبح الحمد لله اليوم أصبح كينت ألقيت روحي الحمد لله ما عندي شدك الوجع فالا راكو تشوفوا راني نخدم بيد دي هاكده بلا ليغو قالو هنايا شوفوا غير طفيت عليه ما قدرش نكمل حتى لعشان بسي باش كملتو طيبتو هنايا اليومة بعد العاصر كي دخلت من الخدمة فالا جيت نكمل هادا ايو راكو تشوفوني راني شطورة هنايا ودرت ليغو قالو حبيباتي من فضلكم اللي عندها دواء او علاج لهاد الحرقة هديك ولا الحرقة دوك اللي ديروهم الفلفل حار في اليدين تعطينا سوليوسيون او تعطينا حاجة هقدت نحين هاداك الوجعتها شي غبلاس فخون شمون ما قدرش لاني نتحمل فالا دوكا بعد ما فاريتو اه لو قدرتو اهنا دوكا نرحيها بعدك التوم اللي فار بيها وهنا يندلو اضافة واحدة فقط ندير الملح لانو التوابل نديرهم فيما بعد فالا ونرحيها هاكده ببلبلندا انتو ما تحبو ترحوها برحايا مولينات ولا ترحوها بلا شوعة باش تحبوش اللي عندكم نرحيو بيها المهم يتترحى مليح بركا هدا ما كان فالا شوفو هنا يا اي تتترحى بيان دا يغدوك نوريها لكم ايتو ومبعداتيك بعد ما تترحى سوپر بديان ما لازم شي يبانو هادوك القشور ولا يبانو دي قريمو ولا اي حاجة دي حبيبات او اي شي ما لازم شي يبان فيها شوفوها هنا يدوكا نديرها في ان غي سيبيان في طبسيها كده يا شوية كبير باش نخلطها مليح ونفرخها كامل هداك الخالط فالا وهنا يدوكا نديرها ليزي بيس او التوابل تاحا التوابل هادو اللي حنديرهم صحيين ما يدروش ندير ملعاقة اكل تاح الكروية ملعاقة اكل تاح القصبر وملعاقة اكل ماشي مع مرة تاح الكمون وندير ربعة فوسوس تاع التوم نكونوا شوية اكبر ونلابيهم ونزيد ندير زيت الزيتون زيت الزيتون قد مدرتو مليح ها يعني الكمية اللي تديروها مليحة لها فالا ونخلطو مليح ها المكونات حتي تجنسوا شوفو دو كذا تحبو تستعملوها كمانا هنستعملها ثمان ديرها في علبة برك هكدا ونخليها فالتلاجة بالنسبة اللي يخبوها كيف كيف نفس الشي ديروها في علبة وديرو لها طبقة مليحة عزيت الزيتون وديروها في المجمد واذا نهار تجبدوها باش تستعملوها ما ترجعوهاش المجمد اعودو بعد الاستعمال الاول زيدو لها طبقة عزيت الزيتون مليحة وحطوها في التلاجة انا هنا يا دوكا بعد ما نفرخها كامل نزيد لها طبقة مليحة عزيت الزيتون ونخليها في التلاجة نهار نجبد كي نشوف طبقة عزيت زيتون خلاص نبدأ نزيد عليها حكدا باش تقعد لي توجوغ انتاكت جفو ديغ ما تفسد ليش وتحكملكم حتى السنة حتى العام انا هديدو كاللي استعمال اليومي ومبعداتيك بإذن الله نحضر وش نخبي فالا و هاد الايام حبيباتي كترو منها على بلكم باللي الهريسات قتل جراثيم تاع الحنجرة والصدر والصدر وحتى الماعدة اذا نحاولو نكلوهم هكدا يا ممكن تساعدنا بإذن الرحمن الرحيم احنا نسببوه والشفاء بيد الله عز وجل فالا هنا حبيباتي الحقنا نهاية الوصفة تعنا ونهاية الفيديو تعنا اتمنى ان شاء الله انو وصفتي لنهار اليوم نالتي اعجابكم ورداكم ما تنسونيش بلايك في اخر الفيديو وكومنتر جميل مثلا قولوا فيكم اذا ان شاء الله ربي لقينا في ساعة الخير تهلا وفي صحيحتكم روحتكم والديكم ولدتكم الناس اللي تحبوهم ويحبوكم الى فيديو اخر او وصفة اخرى دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة